توجه الخميس الوزير الأول أيمن عبد الرحمن إلى ولاية الطارف بأمر من رئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمعينة حجم الأضرار الناجمة عن الحرائق والإسراع في تعويض العائلات المتضررة في حين يتم فتح تحقيق قضائي للتأكد من مصدر الحرائق كما زر بن عبد الرحمن مستشفى القالة بولاية الطارف للإطمئنان على الوضع الصحي للمصابين سوف نكون بجانب كل العائلات التي عرفت خصائر البشرية ونؤكد لهم على وقوف الدولة بجانبهم بكل إمكانية إن شاء الله هذا وتسخر الدولة الجزائرية كافة الإمكانيات المادية والبشرية لإخماد الحرائق حيث تم السيطرة على العشرات منها حتى الآن تجدر الإشارة إلى أن حصيلة أضرار الحرائق التي اندلعت في الجزائر هذا الصيف منخفضة مقارنة بحرائق الصيف 2021 التي وصفت بالأكبر في تاريخ البلاد التي تسببت في وفاة 103 أشخاص إلى جانب خسائر مادية ضخمة فضلا عن إتلاف نحو 100 ألف هكتار من الغابات